السلام عليكم ورحمة الله. ستمنى تكونوا بخير وعلى خير. احوالكم طيبة ورمضانكم مبارك ساعد وصيامكم قبول ان شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم وصفات سريعة مع وصفة جديدة وفيديو جديد. نحضر معاكم اليوم بالطبوط بالحليب خفيفة الشيشة بطريقة مميزة. اذا قبل ما نبدو كل عادة نذكركم باش تعملوا لايك للفيديو وتبقوا معنا حتى الاخر. وباش تشوفوا المقادير والتفاصيل. اذا على بركتي الله. اذا كيف مما كتشوفو عندنا واحدة الخمسمية جرام ديال دقيق او لا عندنا اربعة ديال الكيسة. عندنا واحدة المحلقة صغيرة ديال الملح. وعندنا جوج ديال المعالق ديال خميرة فورية. غدي نخلط هاد المقادير. ثم غدي نضيف الزيت والحليب. الزيت عندنا جوج ديال ثلاثة عفوين ثلاثة المعالق كبار ديال زيت نباتي. او لزيت زيتون. عند كدلك نصف كاس ديال حليب دافي. اذا نخلط هادو المكوينين ونضيفهم للدقيق ديالنا. ونخلط كل شي هاد المكونات هادي باش تجمع لنا العشينا. ودهن. نحيدنا المعلقة ونستعملوا ليد باش تكون العملية اسهل. اذا نضيفو الماء الكافي باش تجمع لنا هاد العجينة هادي. اذا كده تكون الاضافة بالتدريج كنضيفو شوية بشوية باش ما توليش جارية عندنا. العجينة كل ما كان تيلم كانت قاسها نقدرو نتحكمو فيها. ميلا كانت جارية ما نقدروش نتحكمو فيها. اذا نجمعو العجينة وندلكوها شوية. اذا كيف هما كتشوفو كنستمرو في الجمع ديال العجينة وندلكوها شوية بشوية. ثم المليد جمع لنا مزيان. كناخدو واحد شوية فقط قطرات ديال الزيت وكندهنو لها الوجه. ثم نغطوها ونتركوها واحد الساعة ترتاح لنا. اذا في هاد اللحظة احنا قدينا هنا واحد المجموعة ديال الاوراق ديال النعناع. آآ الموحبين النعناع. غادي ناخدوهم غادي نقطعوهم نقرضوهم شوية رقاقين. باش ونحتفظو بهم. اذا نجمعو مثلا نحض ربعة ولا خمسة الوريقات وكن نقطعوهم مرة واحدة باش يسهل علينا العملية. اذا باللي غادي نكملوهم غادي نحتفظو بهم على جانب ثم غادي ناخدو العجينة ديالنا. غادي نفرغوها من اللهوة. اذا غادي ندلكوها شوية بيدينا. فقط باش تخرج لنا اللهوة اللي فيها. ثم غادي نقطعوها الى كويرات صغيرة. اول نعملوها على شكل بودان او لشكل اه حربول. نحربلوها ونقطعوها اجزاء صغيرة. بودان على الشكل الخبيزات او قريصات صغارين. ونحطوهم كذلك على الجانب. اذا نكملو التقطع حتى نكملو ندوروهم زيان. رجعوهم كويرات صغر. ثم نغطوهم ونبدو شوية بشوية نشتغلو بهم. اذا ناخدو واحد الكويرة صغيرة. ثم نحاولو نبسطوها بيدينا. ثم نستعملو دل لك. باش ترجعوها. واحد الدائرة اه متوسطة السمك او السمك صغير قليل. اه ناخدوها ونعملو هادك الدائرة ديال الخبز ديالنا ونعملوها في المقلاق. اذا كان بدو نحركوها من الجوانب. باش تطيبلينا. وغادي كيما تلاحظو. هادي تعملينا بعض الفقاعات ديال اه ديال العجين. اذا هادك الفقاعات كتبين لنا على ان العجينة ديالنا خامرة وزوينا. اذا غادي نكملو على هاد الطريقة هادي. غادي نرقبو العجين ديالنا او اللي خبيزة ديالنا باش متتحق لناش من الاسفل وندهنو لها الوجه كذلك بواحد شوية ديال زيتون. اذا ندهنوها وهي ما زال ما طابت اذا ندهنو الوجه قبل ما نقلبوها. بلي نلاحظو بلي انا طابت كيما كتشوفو. انقلبوها الوجه الثاني. اذا. ونرقبو كذلك. نقومو ندورو الخبزة ديالنا. حتى تجهز. اذا كيما كتشوفو. اهنا يا اه كملت واحد مشموعة مينا اه بطبوطات. اذا دهنتهم شوية ديال زيتون. ثم زينتهم هاديك الوريقات ديال النعناع. اللي يحب النعناع. اذا. غادي يعطيوها رائحة جميلة. هنا كذلك. عملت فلقها واحد شوية ديال بابريكا. او لا الفلفل الاحمر كما كان قولو. فقط نزينو به. اذا الان الكمية ديالي جهزة. وكيف ما كتشوفو. ما شاء الله. وجه ديالها جميل. وكذلك. احتى الدوق ديالها رافع. و جاية اه خمرات اه زوينين. اذا. الانسان يستعملهم في هذا الشهر الفاضي. سيدنا رمضان. الفطور. اذا. واحد المداق فيهم رائع. اذا. ما عليكم. الا تجربو هالوصفة. ولانها وصفة رائعة. نستهل تجربة ديالها. اذا. شكرا على حسن تتبعكم. والى اللقاء في فيديو اخر. والسلام عليكم. ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة